السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لكم أحبابي الكرام الله يسعدكم جميعا وخصوصا للأخوان اللي شاركوا في التعليقات تحية لكم فردا فردا وما أستغني عنكم وأنا مستمر عشانكم يا أحبابي يا أخوان زي ما انتم شايفين هذا ساحر للأسف تم القبض عليه بجوار الحرم وهو يضع أسحار حتشوفوا الآن الأسحار اللي كان يضعها في هذه الصور الآن شوفوا يا أخوان هذه كلها كانت معاه للأسف بجوار الحرم وكمان في مقطع ثاني كمان أضفته لبعض الأخوة راحوا الله يسعدهم ويزيهم خير في جبل الرحمة ينظفوا من الأسحار هم معارفين أنهم حاجدوا الأسحار كل سنة يروحوا ونظفوا أعوذ بالله من السحرة واللي استخدموا السحر الله ينتقم منهم طبعا شوفوا هذه الأسحار قاعدين يفكوها ويقروا عليها قرآن الغريب أنا بعرف يعني هذول أهل السحر أنا ملاحظ يا أخوان من بحثي أنه السحرة يحب ويسو أشياء اللي قم في الفجر يعني أنا سمعت يضعوا في الميت أعوذ بالله في أماكن حساسة يضعوا في الأعمال عشان لما تندفن ما تطلع شوفوا كيف خصوصا في القبور اللي يكون فيها لحد يضعوها يا أخوان أعوذ بالله في أماكن ما تتوقعوها جدا يعني دناسة وخباثة أعوذ بالله هذول أسوأ الناس يعني قبل فترة في مقطع موجود الآن في اليوتيوب واحد من رجال الأمن مو أمن اللي هم شرطة أمن اللي هو سكرتي اللي هم حول الحرم للشركات يقول حر ما جتدته ميتين ريال وقالت له حط هذا الكيس تحت الأرض خليين دفن في التوسع الجديدة للحرم شوفوا تبغى تحت التوسع عشان عارفوا أنه ما حينهد فترة طويلة وسبحان الله الرجال يعني حاس أنه في شي غريب فك هذا الشي فإذا بداخلوا عمل وسلمه الله يزا خير أعوذ بالله من أهل الشر دول الله يكفيكم شرهم يا أخوان أترككم مع المقطع أرجع هناك أرجع هناك لا شي بك تشوفوا الشيء الثاني استغر الله شايفين لا إله إلا الله شعر تشوفوا مربوط هنا قطعة ثانية شعر لا إله إلا الله استغر الله تولي شعر 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 لا 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 باية هذا ليس عرض شعر 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 يا عياد فيه وقب وقب يا عبد الله فيه 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 هنا عقدة جدا تشوفوا العياد أبالله تيلة الحين الحاجات اللي أنا ألقي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه الحاجات والقلامس وأثامي ومدري إيش أوراق صغيرة أوراق كبيرة والعياذ بالله أعوذ بالله